في قطاع غزة يعيش أصحاب المنازل المتضررة من الحرب الأخيرة ظروفا بليغة الصعوبة تفاقمت بشكل كبير مع دخول فصل الشتاء وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على انتهاء الحرب على غزة فإن أصحاب هذه المنازل ما زالوا يعيشون حالة انتظار وترقب من أجل وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية تجاههم من نعمة الدفء والأمان إلى نقمة تحول منزل حسن أو سلمية في غزة فالمعاناة تتزايد يوما بعد يوم لا سيما مع حلول فصل الشتاء الذي أضاف مأساة جديدة إلى كارثة تدمير المنزل من قبل الاحتلال قبل ستة أشهر كنا نتمنى أن لا ننزل المطر احنا كنا نتمنى يعني حتى لما بسمع أنه في ناس صلوا صلاة استقصاء استقاء دايق منهم اقول احنا مناش المطر الحمد لله أنه مش نازل المطر علينا لم يطرأ تغير جوهري على مشهد المعاناة هذا حتى الآن معاناة تقول المنظمات الإنسانية في غزة أنها ستتفاقم مع عدم وفاء المانحين ومنع إدخال مواد البناء بحرية المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل وإجبارها على السماح بدخول مواد البناء حتى يتسنى الشروع في عملية إعادة الإعمار أيضا مطلوب من الدول المانحة تقديم الدعم اللازم ووفقا للإحصائيات الرسمية الفلسطينية فإن عدد المنازل المدمرة بشكل جزئي بلغ 17 ألفا يعيش سكانها ظروفا بالغة الصعوبة بانتظار بارقة أمل تعيد عجلة دوران حياتهم إلى طبيعتها من جديد بات المتضررون من الحرب في سباق مع الزمن فدخول فصل الشتاء سيفاقم معاناتهم معاناة تتواصل فصولها في ظل بطء شديد تشهده عملية إعادة الإعمار عبدالله مقداد العربي قطاع غزة لتفاصيل أوفع عن هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة أهلا بك سيد ناجي إذن يتم الحديث منذ فترة عن مفاوضات عن وساطات لإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع ولكن على الأرض عمليا لا يوجد شيء ونتحدث هنا عن أكثر من 17 ألف منزل هناك متضرر بشكل جزئي نعم أنت على الهواء معنا سيد ناجي هل تسمعني؟ نعم نعم سيد ناجي يعني وساطات مفاوضات الحديث عن ضرورة الإسراع بإعادة إعمار القطاع وتسهيل دخول المنح ومواد البناء ولكن عمليا على الأرض لا شيء يحدث ما هي خياراتكم في وزارة الإسكان الآن؟ يعني نعمل بالمنح المتوفرة القليلة من المؤسسات العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الدولية كما هو معروف يعني هناك منح مقدمة من دولة قطر من جمهورة مصر العربية هذه المنح يعني تسير بشكل بطيء لكن يعني نعمل بها إلى أن يعني نجد وسيلة أسرع أو وتيرة أسرع لعملية الإعمار الكل يعرف أنه قطاع غزة قطاع محاصر ما زال الاحتلال يفرض قيود على دخول الأموال للإعمار وبالتالي يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين لذلك لابد من الضغط على الاحتلال حتى يعني يسمح بدخول هذه الأموال والعمل بحرية في تمويل إعادة الإعمار لأنه لا يعقل أنه بعد ست شهور حتى الآن ودخل علينا فصل الشتاء ومازال المواطنون لا يجدون يعني أموالا لإعمار بيوتهم كيف هو شكل الضغط الذي يمكن أن يحدث أي فرق وأن يؤثر على قوات الاحتلال في أن يعني تسهل أو تسمح بعملية دخول مواد بناء إعادة الإعمار خاصة بأنه فصل الشتاء الآن على الأبواب يعني المتضررون لا يمكنهم الانتظار يعني كما هو معروف أن عملية الإعمار والسماح بدخول الأموال هو ليس بمشيئة الاحتلال يعني هو أحيانا الظروف السياسية والإقليمية والدولية تفرض على الاحتلال أن يسمح بإدخال أموال الإعمار ومواد البناء لأنه الجانب الإعمار هو جانب إنساني رقم واحد ثم لكي يتجنب الاحتلال انفجار الموقف يعني كما هو معروف قطاع غزة يخضع لحصار منذ ما يزيد عن 14 عام وبالتالي يعني هناك ظروف صعبة يعيشها القطاع نتيجة لهذا الحصار زاد من هذه المعاناة التي هي هدم البيوت والمنشآت والبناء التحتية وبالتالي عدم سماح الاحتلال بإدخال مواد الإعمار والعمل بحرية في عملية الإعمار سوف يؤدي إلى انفجار قطاع غزة وبالتالي إذا انفجر القطاع لن ينفجر إلا باتجاه الاحتلال شكرا لك من غزة ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والأسكان بغزة